بالدولة الجزائرية نمنوا بالقضاء الجزائري نمنوا بفصل السلطة القضائية فصل بين السلطات نمنوا بها احنا مع اي اجراء مذكور في الدستور الجزائري سواء يمس النايب سواء يمس الوزير سواء يمس اي ان كان لتحقيق العدالة اخر مرة نائب برلمني اسف شديد يتورد في قضية مشاهدة المتوسط يعني تسريب انت مشاهوا بالخطوة ونوصلوا للكلام هذا قلت لك فيما يخص بش نحق العدالة فيما يخص فصل السلطات هذه واحد رقم ثانين احنا كل ما يتماشى مع الدستور الجزائري نمنوا به ونأكدها نائب ارتكب خطأ سواء ذرك جاسيم كبير صغير متوسط يعقب بما ينص به القانون الجزائري جزائري كين مواد في الدستور تذكر مثلا نعطيك نائب السابق اللي كان في الممثل عن الجالية الجزائرية في فرنسا ايج هذا مشاه بمراحل اللي ينص عليها النظام الداخلي للبرلمان وكذا بما ينص به القانون الجزائري ودستور الجزائري احالة تمتل احالة نتاعو من طرف وزير العدل هبطت على مكتب رئيس مجلس الشعبي الوطني بعد ذلك تم احالته للجنة القانونية اين تم مناقشة الأمر اللي ارتكبوا نعم وصل تمت المناقشة في جلسة مغلقة كان انتخاب وبالطبع كانت الاغلبية المطلقة انه رفعوا الحصانة للنايب السابق هذا ربما تحدث عن النائب الذي اخفى معلومات حول مشاركتي في الجيش الفرنسي بارك الله فيك هذا كل نائب التحديد وهذا يتنافى مع الدستور وهنا في شهر الاستقلال ويسترجاع السيادة الوطنية ويسترجاع السيادة الوطنية لنتمنى كما اذكر سيد رئيس الجمهورية انه جميع ايامنا في الذكرة الستينية للعيد الاستقلال وعيد الشباب انه جميع ايامنا في تلت العام هذا يكونوا كل يوم عيد وبالتالي ولو متأخر انه الشعب الجزائري بذكرة السيادة الوطنية للعيد الاستقلال